هذا ما قاله الإعلام التونسي على الخسارة ديال ويداد رياضي بهدف الهدف وخسارة اللقب ديال السوبرليغ الإفريقي الذي نظم لأول مرة يعني النسخة أولى تبتسم لصالح صاندوز الجنوب الإفريقي وتكلم أيضاً إعلام التونسي على اللاعبين ديال فريق ديال صاندوز وقالوا باللي المنتخب التونسي غادي واجه جنوب إفريقيا في تصيات ديالك أس العالم أفين وستوى عشرين يعني معظم اللاعبين اللي كانوا في صاندوز كانوا في المنتخب ديال الجنوب الإفريقي غادي قليك يوجدوه صعوبة قليك نظرة للأداء الكبير اللي يقدموه اللاعبين ديال صاندوز وكما كان عرفوا فريق ديال صاندوز دائماً كيلعب اللي عم مفتوح وكأنك تلعب مع فريق أوروبي اليوم صار حال ويداد ما عرفش كيف يجاري هذا المبارة يعني هوض البلوك ورجعوا للخلف يعني ونتظروا المفاجأة من الخصم وهذا ما حصل يعني أخطأ دفاعية اللي تسبب في الخسارة ديال الويداد الرياضي اليوم كما قلنا الغياب ديالجبران أثر كثيراً على فريق الويداد الرياضي في هذه المبارة وكذلك فريق الويداد محتاج إلى انتدابات في المستوى لأن الفريق الويداد بالقيمة دياله وبرج جماهيه دياله الكبير وممثل المغرب في المسابقات الإفريقية دائماً يكون حاضر في النهائيات دائماً يكون حاضر في المسابقات كيشرب القرى المغربية عاد الرمزي ما نحملوش المسئولية ولكن خاص اللاعبين خاص انتدابات خاص لاعبي في المستوى راما يمكنش يكون عندك خط الهجوم في الصامبو فقط وكذلك الشرق البحرين اللي كما قلتكم معني لاعب ضعيف ضعيف بزا بزا وصراحة وما يستهش يكون فريق الوضاد الرياضي انا كنقولها علاش لان المستوى دياله مستوى ضعيف وكذلك خط الدفاع ديال فريق الوضاد الرياضي خصوه يتعزز في المركات ديال الشتوي لا بغى فريق الوضاد يمشي بعيد في دوري الابطال لهذا الموسم اخواني كان هذا والفيديو ديال اليوم نتمنى انكم تعطوني الرأي ديالكم تعليق ديالكم فضل مبارا اشبه لكم فريق الوضاد الرياضي واش يتحمل المسئولية المدريب ولا اللي اعطى الله هو هذا اللاعب اللي كانين هما هادو ولا الغياب ديال الجبران اثر كثيرا على المباراة ولا التاكتيك ديال عادي الرمزي كان ضعيف امام مدريب ديال صاندوز الجانوب الافريقي شكرا لكم على مشاهدة ما تبخلوش عين بالقراء ديالكم بالتعليقات ديالكم خليونا لايك الفيديو الناس لم يشاركوا معنا في القناة اتمنى انكم اشتركوا وتفعلوا جرس باش ينصلكم ديما الجديد ديالنا تحياتي لكم